السلام عليكم و اهلا بكم في هذه النشر الاخبارية العاجلة وهذه ابرز العناوين الاعلام الفرنسي يوجه صفعة قوية للنظام العسكري الجزائري زيارة سرية وغير معلنة لوزير الخارجي المغربي بوريطا الى موريطانيا تقارير عن مناورات بحرية ضخمة للوحادات المقاتلة للبحرية الملكية بشمال المملكة توطر بمخيمات تندوف واطلاق النار على المحتجزين الصحراويين من قبل ميليشيا البوليصاريو تراجع اسعار المحروقات في العالم باستثماء المغرب منتخب الفتيان المغربي يسعى لتحقيق حلم الوطن في كأس العالم محاولة حفيظ دراجي استفزاز المغربي بسبب منتخبه الوطني تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل ان نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد اهلا بكم من جديد ذكرت يومية لوموند الفرنسية في مقال نشرته ان الجزائر تمر بمناخ من القمع والرعب منذ عامين مع الاعتقالات التعصفية للنشطاء والصحفيين واغلاق وسائل الاعلام والعقبات امام حرية تحرك الفنانين والمثقفين والادانات القضائية المتسلسلة ويؤكد الاستاذ الفخري بجامعة ايكس مارسيليا والمتخصص في علم اللغويات الامازغية سالم شاكر ان هذا المناخ القمعية يهم الجزائر باكمالها وان النظام الحالي يتميز بالقمع الدموي للمظاهرات السلمية ومحاكمات صورية ضد النشطاء واشار المقال الى ان الجزائر تعاني من ازمة عميقة داخل النظام وهناك رغبة في تصفية كل معارضة سياسية في البلاد من خلال تجريمها وان هذه الممارسات ليست جديدة في منطقة القبائل حيث توقف سالم شاكر عند النبذ التقافي البنيوي الذي يسود في الجزائر واختتم المقال بالقول ان الجزائر وصلت الى مستوى جديد تماما من القمع في منطقة القبائل وانه بلا شك احد اعراض ازمة عميقة داخل النظام وافادت مصادر موريطانية بان وزير الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطا قام بزيارة سرية للعاصمة النواكشوت خلال الاسابيع الماضية وذكرت المصادر ان بوريطا قام بزيارة غير معلنة لنواكشوت والتقى خلالها بنظيره الموريطانية محمد سالم مولد مرزوق واجرى محادثات واسعة تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التجارة والاقتصاد بالاضافة الى التنسيق السياسي بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واشارت المصادر الى ان زيارة بوريطا جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري لنواكشوت حيث التقى بنظيره الموريطاني ورئيس الوزراء محمد ولد بيلال وتحت عنوان فلوتيكس 2023 البحرية الملكية المغربية تشارك في مناورات عسكرية بالقطاع البحري الشمالي شاركت البحرية الملكية المغربية في الفترة من الثالث عشر الى السبع عشر مارس الماضي في مناورات فلوتيكس 2023 التي نظمتها بين الوحدات المقاتلة للبحرية الملكية في القطاع البحري الشمالي وفقا لفارمروك المنتدى المتخصص في اخبار القوات المسلحة الملكية على موقع الفيسبوك وأوضحت المصادر أن التمرين شمل العديد من المناورات المتنوعة المرتبطة بمحاربة الغواصات والأهداف الجوية البحرية وأوضحت المصادر أن التمرين شمل العديد من المناورات المتنوعة المرتبطة بمحاربة الغواصات والأهداف الجوية والبحرية فضلا عن تدريبات حق الزيارة والتفتيش ومناورات بالمروحيات كما شمل التمرين تدريبات قتالية مختلفة بين الوحدات البحرية المغربية ويأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة للبحرية الملكية المغربية في المناورات البحرية الدولية حيث شاركت في العام الحالي في العديد من المناورات بين الدول من بينها التمرين البحري العسكري الأكبر على مستوى إفريقيا أوبانغام إكسبريس 2023 في لاغوص بنيجيريا بمشاركة القيادة الأمريكية في إفريقيا وتؤكد هذه المشاركات الدولية للبحرية الملكية المغربية على جهودها المستمرة في تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والتدريبات مع الدولي الأخرى بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتفيد تقارير صحفية من مخيمات تندوه بالصحراء الشرقية التي يسيطر عليها الجزائر بأن اشتباكات وقعت صباح اليوم السبت 29 أبريل 2023 بين عدد من الصحراويين في مخيم الداخلة وعناصر مسلحة تابعة لقيادة البوليساريو وأوضحت المصادر أن العناصر المسلحة التابعة لقيادة الرابوني استخدمت القوة والعنف بشكل مفرط ضد المحتجزين في مخيمات تندوه حتى وصل الأمر إلى إطلاق النار على المتظاهرين أمام وزارة الدفاع المزعومة وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بالمخيم ولم يتم الكشف عن حجم الإصابات التي لحقت بالمواطنين الذين تعرضوا لأساليب القمع والإدطهاد من قبل ميليشيات القوة العمومية التابعة لجبهة البوليساريو وتشهد أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا مستمرا ويثير هذا الارتفاع الكثير من القلق والتساؤلات لدى المواطنين ومع ذلك فإن المعدلات العالمية للأسعار تشهد تراجعا وفي الأيام الأخيرة شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا إذ تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي وهذا الأمر يعزى إلى البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم وعدم اليقين بشأن رفع الفائدة والتي أدت إلى ضعف الطلب العالمي على النفط ومع هذا فإنه يجب الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يتماشى مع الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار النفط الذي يتأثر بعوامل مختلفة من بينها الصراعات الدولية والتغيرات الجوية والزيادة الطبيعية في الطلب وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيدا وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية لأسعار النفط يتوقع أن يتراجع خام برينت بنسبة 3.8% هذا الأسبوع وهبوطا بنسبة 9.1% في الأسبوعين الماضيين كما يتوقع أن ينخفض خام غربي تيكساس الوسيد بنسبة 3.8% هذا الأسبوع مما يجعل هبوطه على مدى أسبوعين بنسبة 9.4% ومع هذا الانخفاض المتوقع في أسعار النفط عالميا يأمل الكثيرون في أن تنعكس هذه التغيرات على أسعار المحروقات في المغرب وتنخفض أيضا وتتطلع الرياضة المغربية إلى منتخبها الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما لتحقيق إنجاز في كأس أمم إفريقيا التي بدأت اليوم في مدينة قسطنطينا الجزائرية ويشارك في البطولة 12 فريقا بما في ذلك المغرب والجزائر البلد المنظم والصومال والسنغال والكونغو ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا والكاميرون ومالي وجنوب السودان وبوركينافاسو وتعتبر البطولة القارية الطريقة الوحيدة لمنتخب الأسود للوصول إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما وبالتأكيد فإن التتويج بالبطولة الإفريقية يعتبر هدفا مهما للمنتخب المغربي ولكن حجز مقعد في كأس العالم هو الهدف الرئيسي وقد أعرب سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني عن تطلعاته للفوز في البطولة القارية والتأهل إلى كأس العالم وأضاف أن التأهل لكأس العالم هو الهدف الرئيسي ولكننا سنبدل قصار جهدنا في البطولة الإفريقية لتحقيق أفضل النتائج وعلى الرغم من صعوبة المجموعة التي وقع فيها المنتخب المغربي فإنه ما زال يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائية كأس العالم ويضم المنتخب عددا من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يلعبون في أمدية أوروبية كبيرة مما يجعلهم أحد الأفضل في القارة وأفضح المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في حديثه عن صفر منتخب المغرب للناشئين إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة عن إقلاع الطائرة الرومانية ستار إي ساتة التي تحمل المنتخب المغربي من مطار الرباط باتجاه قسطنطينا الجزائرية وقام الدراجي بنشر تغريدة على تويتر حاول من خلالها استفزاز المغارب قائلا يمكن فعل نفس الشيء مع منتخب المحليين سابقا وتجنبي كل توتر واحتقان خاصة أن الجزائر أكبر من أن تمنع منتخبا مغربيا من دخول أراضيها وصرح دراجي بأن الجزائر تصر على حضر الطيران المغربي فوق أجوائها لأسباب سياسية وأمنية وأشار إلى أن هذا القرار هو قرار سيادي لم يطرع عليه أي تغيير وقد وصل بوق الجنرالات نفاقه حيث رحب بأولاد المغرب في بلدهم ونزلتهم بين أهلهم وأثارت تغريدة الدراجية غضبا بين النشطاء المغاربة الذين انتقدوا المغرب لتقبله حلا وسطا لعدم فقدان الفرصة أمام اللاعبين الصغار للمشاركة في البطولات الإفريقية والعالمية وقد علق أحد المشطاء قائلا حصل الأسد العريس الذي تنازلت دولة أتفرعين عن سيادتها لدولة الفيفا والكاف على طائرة تليق بمقامه ولكن حكامها أظهروا جبنهم وإنبطاحهم كالعادة في وقت الصرامة وإلى هنا عزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصل بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر